حتى يتبين لهم أنه الحق ويحدث توازنا بين الدنيا والآخرة لذلك إذا بحثنا عن كلمة الدنيا في القرآن كله نجدها تتكرر 115 مرة بالضبط ولو بحثنا عن كلمة الآخرة في القرآن كله نجدها تتكرر 115 مرة بالتمام والكمال ألا تشهد هذه الحقيقة على إحكام هذا القرآن الذي قال الله فيه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت صدق الله العظيم الله الرحمن الرحيم الإسلام هو دين التوازن والحوار حوار الآخر لذلك نجد الكثير من الآيات تحوي كلمتين قل قالوا أو قالوا قل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحما إذن هناك دائما حوار في القرآن بكلمة قل وقالوا من عجائب القرآن أيها الأحبة أننا لو بحثنا عن كلمة قل في القرآن كله نجدها قد تكررت ثلاثمائة واثنين وثلاثين مرة بالضبط ولو بحثنا عن كلمة قالوا نجدها قد تكررت ثلاثمائة واثنين وثلاثين مرة ألا تشهد هذه الحقيقة على أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هي السورة التي رقمها في القرآن هو نفس تكرار اسمها في القرآن إنها سورة الليل كلمة الليل أيها الأحبة لو أحصيناها في القرآن كله نجد أنها قد تكررت بالضبط اثنين وثلاثين مرة كلمة الليل في القرآن اثنين وثلاثين مرة لو ذهبنا إلى السورة رقم اثنين وثلاثين في القرآن نجدها سورة الليل ألا تشهد هذه اللطيفة على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة عدد آيات سورة البقرة ميتين وستة وثمانين آية ما هي الآية التي في الوسط؟ نقسم ميتين وستة وثمانين على اثنين الناتج مية وثلاثة واربعين لو ذهبنا للآية مية وثلاثة واربعين التي تقع في وسط سورة البقرة ماذا تقول؟ يقول سبحانه وتعالى الآية رقم مية وثلاثة واربعين وكذلك جعلناكم أمة وسطا والله أيها الأحبة إن الإنسان لا يخشع أمام هذه العجيبة القرآنية فالحمد لله رب العالمين دراسات علم النفس وجدت أن عدم الرضا عن الواقع الذي يعيشه الإنسان هو السبب في تسعين بالمئة من مشاكله النفسية عدم الرضا عن العمل عن الوضع الاقتصادي عن المحيط الاجتماعي كل ذلك يقف عائقا أمام الشعور بالسعادة ولكن ما هو العلاج؟ الحل تعلمته من القرآن ببساطة هو التسبيح أن تقول سبحان الله في الليل وفي النهار هذه العبارة البسيطة سوف تحل معظم مشاكلك وهمومك قال تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى والآن لا تنسى أخي الحبيب هذه العبارة الرائعة في كل وقت أن تقول سبحان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة